اختتمت بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية برامجها لصيف الرياضة حيث تضمنت البرامج الصيفية في محافظة جنوب الشرقية إلى تسع مراكز مختلفة موزع على ولايات المحافظة البرامج كان بشكل ممتاز قدم شريحة كبيرة من المجتمع عشان المشاركة في عدة مراكز وفي فعاليات وفي غوافل تضمن كل الأشياء التي تفيد المجتمع بشكل عام وتهدف هذه البرامج إلى استقلال الفترة الصيفية لجميع شرائح المجتمع للاستفادة من الأنشطة الرياضية التي تقدمها الوزارة وتنمية القدرات البدنية والجسمانية للأفراد المشاركين والمحافظة على الصحة العامة للجميع وأفراد المجتمع مشاركة في ملتقى صيف الرياضة لأول مرة تقربة جدا ممتازة وممتعة نطور فيها بعض الطلبة والتلاميذ وطورنا فيها واحد أشياء فأنفسنا بداية فهؤلاء الطلبة والتلاميذ لله الحمد مننا يعني طورنا واحد أشياء وتعلمنا واحد أشياء فدناهم واستفدنا في نفس الوقت وانطلقت أولى المحطات في محافظة الجنوب الشرقية في البرامج الصيفية بنيابة طيوي بولاية صور بتنفيذ يوم المفتوح للأطفال واجتمل على العديد من البرامج والأنشطة المختلفة شاركت في برنامج الصيف الرياضي واستفدنا كثيرا وخاصة في لعبة الكراتي كما نفذت الإدارة فعالية القافلة الرياضية بنيابة الإشخرة بولاية جعلان بني بوع علي بمشاركة أكثر من 90 مشارك هذا وقد وصل عدد المشاركين في البرنامج لإدارة الثقافة والرياضة والشباب بجنوب الشرقية أكثر من 2300 مشارك ومشاركة إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية تختتم صيفها الرياضي عشرين أربع عشرين بمشاركة أكثر من 2300 مشارك على مستوى المحافظة راشد بن خميس المخيني لقناة عمان الرياضية من هنا من المجمع الرياضي ولاية صور ترجمة نانسي قنقر